تواصل الإدارة الأمريكية فرض مزيد من العقوبات على حزب الله وعلى من ترى أنهم يدورون في فلكه أو يقدمون دعماً له محمد عبدالله الأمين رجل أعمال لبناني ونجل الوزير السابق عبدالله الأمين الأمين العام القطري لحزب البعث أدرجت الخزانة الأمريكية اسمه في لائحة الإرهاب بذريعة تقديمه دعماً مالياً وتكنولوجياً وخدمتياً لحزب الله وبحسب الموقع الرسمي للوزارة فإن العقوبات تشمل سبع شركات يملكها الأمين في لبنان وصفتها الوزارة الأمريكية بأنها واجهة لتعاملات مالية خاصة بحزب الله زاعمة أن الأمين يقدم الدعم المادي للحزب عبر شخص يدعى أدهم حسين طباجة كانت قد وضعته على لائحة الإرهاب عام 2015 إدراج محمد عبدالله الأمين على لائحة الإرهاب مثل خرائط نتنياهو الصاروخية ليس له علاقة لا بحزب الله كما تماماً ليس علاقة لخرائط نتنياهو الصاروخية بحزب الله أو المقاومة اللبنانية ولكن نحن أمام انتقال الحرب الاقتصادية والأمنية والعسكرية ربما في وقت لاحق من حزب الله أو من حزب الله إلى بيئة حزب الله وبالتالي هذا حرب على بيئة حزب الله وحرب على الاقتصاد اللبناني بصورة عامة محمد عبدالله الأمين على ما أعرف ليس له أي علاقة هو بعثي أبوه بعثي قياد كبير في حزب البعث العرب الاشتراك الجناح السوري وأبوه كان ممثلاً أيضاً لحزب البعث في مجلس النواب اللبناني كان نائباً بعد ذلك وزير ولم يعرف عن أولاده وأنجاله سوى أنهم أيضاً موالين لأبيهم وورثوا العمل السياسي من خلال أبيهم هم قوميون عرب وليس لهم أي علاقة بأي قوة إسلامية ولا بأي حزب الله أما الشركات السبع التي يملكها الأمين والتي طولتها العقوبات فهي شركة السيارة للغاز التي تقدم خدمات حقول الغاز وشركة لاما فوتس ولاما فوتس انترناشنال وهي شركة استيراد للأغذية وشركة إمبالس وشركة إمبالس انترناشنال وشركة مارين وهي شركة توزيع للبضائع وشركة تانجوان البحرية لم يقدم الأمريكيون إلا خطاباً خطاباً عار تماماً من أي دليل ومن أي قرينة وبالتالي قالوا بأنه على سبيل المثال بأنه محمد عبدالأمين على علاقة مع طباجة اللي هو الرأس الاقتصادي كما يقال أو كما يقول الأمريكيون ولكن هذا بالوقت نفسه لم يقدم الأمريكيون أي إثبات أي دليل وأي قرينة مذ عام سبعة وتسعين وحزب الله مدرج في قائمة واشنطن للإرهاب لذلك فإن مصادر الحزب ترفض التعليق على موضوع كهذا وترى أن هذه العقوبات لا تضر بالمقاومة بقدر ما تضر بالمصالح اللبنانية والاقتصاد اللبناني دارين دعبوس قناة الشديد